أخطر وأرعب سفاح على مستوى إيران والعراق هذا السفاح ما أثره ما كان عنده ضحايا فقط ببلد اللي هو إيران وإنما تجاوز هالشي ووصل للعراق قصتنا اليوم عن السفاح الإيراني علي أصغر برو جردي السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد كالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة واكلته المفضلة وخل نبلش علي أصغر برو جردي انولد بسنة 1893 وتحديداً بمدينة برو جردي اللي موجودة بغرب إيران والعائلة اللي انولد بيها كانت عدها سوابق جرامية جدة اللي كان اسمه زل فعلي كان قاطع طريقه يسرق ويهجم على القافلات وما يكتفي بالسرقة وانما يقتل شكه شخص موجود بالقافلة كذلك أبو اللي هو علي ميرزي ورث هاي المهنة من أبوه وتم اتهامه بقتل أكثر من 40 شخص بإيديانه فقط وبسبب مطاردته من قبل السلطات الإيرانية شرد من إيران للعراق ولكن أثناء هروبه يعني هو بالطريق تم قتله أما زوجته وأطفاله فقدروا يعبرون الحدود العراقية ويدخلوا للعراق ملاحظة مهمة أنه أصغر اللي هو بطل قصتنا ما شايف والده نهائياً وما يعرف شين السجل الإجرامي اللي كان موجود عد عائلته لأن أمه قالت له بأنه أبوه كان جندي وتم قتله بوسط معركة ربما أرادت أن تبعده ومتذكر له أي شيء من سوابق عائلته الإجرامية ولكن هالمسكينة ما كانت تعرف شينه راح يصير بينها وما تعرف أصلاً أنه بينها راح يصير أول قاتل متسلسل إيراني وكأنه ورث جينات الجريمة من عائلته شخصية علي أصغر مثيرة للاهتمام لأن ميول الإجرامية تطورت مع الوقت وحتى نفهم شينه شخصيته وشينه الدوافع اللي تخليه يقتل راح نقسم حياته لثلاث مراحل وهاي المراحل حسب نوع الجرائم اللي ارتكبها المعروف عن أصغر بأنه عنده اثنين إخوان وأخت وعائلته لما استقروا بالعراق أصغر وهو صغير بالعمر بلش يشتغل بالمقهى مع الأخوه وبعدها في فترة بدأ العمل وحده وصار يشتغل كباع متجول يبيع الكرازات والحلويات بالشارع وهاي المرحلة كانت أول شي صار حتى تبني شخصيته الإجرامية واللي هو سولف عنه وقال كنت اشتغل بالمقهى وكذلك بحكم عملي كباع متجول بالشوارع وتعرفت على عدد جدا كبير من الأطفال والمراهقين واختلطت بيهم وصارت عندي ميون مثلية يعني ألوان ويقول أصغر كنت أصرف كل الفلوس اللي أحصل عليها على أطفال والمراهقين كنت أنطيهم الفلوس والحلويات وأخدعهم وأخذهم لأماكن معزولة واعتدي عليهم بعدها يتركهم لحد ما اشتكى أحد الضحايا للشرطة فألقوا القبض عليه تخيلوا شقد شان عمري لما ألقوا القبض عليه وهو يسوى هاي السوايات الخايسة حشاكم كان عمري فقط 14 سنة عموما أصغر يقول بما أنه أنا صغير بالعمر فما اعتبروني تهديد على المجتمع فأطلقوا صراحي بموافقة أهل الضحية ولكن هالشي ما وقفني وبلشت مرة ثانية وهاي المرة اعتديت على خمسة أطفال والقت الشرطة القبض علي وبقيت بالسجن لمدة 9 سنوات ولما أطلقوا صراحي قلت الأخوي بأنه أنا أريد أتزوج حتى أبتعد عن المثلية وأعيش حياة طبيعية ولكن أخوي ما اهتم الكلامي ولا ساعدني لهذا رجعت للأشياء اللي كنت أسويها وسلوكياتي مع الأطفال وبأحدة الليالي كنت مع خمسة من أصدقائي وقدرنا نخدع شخص قاصر ونعتدي عليه فحكموا علي بالسجن لمدة سنتين بعد ما أطلقوا صراحي يخلوني تحت المراقبة وكان محظور علي أنه أطلع بره البيت بوقت الليل والشرطة يومية يجون البيتنا بالليل حتى يتأكدون أنه أنا ما طالع المهم نستنتج من هذا كله أنه بسبب عدم وجود التربية الصالحة والمراقبة من قبل أهله أدت لانحرافة جنسي وتحولها لشخص يأتدي على أطفال وبسبب هذا الفعل قفضة بالسجن 11 سنة وما ساعد أي واحد من أهله حتى يبلش حياة جديدة ويبتعد عن هاي الأمور على الرغم أنه هذا الشيء مو عذر حتى يسوه هذا الفعل وبهاي المرحلة أصغر أدرك ووعى بأنه إذا استمر على هاي الوضعية فحياته كلها رح يقضيها بالسجن تتوقع ونقرر أنه مثلا بعد خلاص يترك هذا الأمور وما يعتدي على الأطفال لا يا أصدقائي غلطانين قرر أنه بعد ما يخلص الاعتداء عليهم ما يبقيهم عايشين أصغر يقول لما وصلت لعمر السبعة وعشرين كنت مقضد دعش سنة من هذا العمر بالسجن وما كنت لي درجع لمرة ثانية لهذا صممت وقررت أنه ضحايا أقتلهم حتى ما أحد يشتكى علي ويلقوني بالسجن وبهاي الطريقة كنت أخدع القاصرين وأخذهم لأماكن معزولة خارج بغداد وأتعدى عليهم وراها أقتلهم وما أكتفي به الشيء فقط وإنما أفصل الراس عن الجسد قسم منهم كنت أدفنهم والقسم الآخر كنت أشمرهم بدجله وكنت حريص كل الحرص أنه ما أترك أي أثر وراي يود الشرطة علي وبهاي الطريقة قتلت حوالي خمسة وعشرين قاصر وما انكشف أمري لحد ما قتلت آخر ضحية واللي كان طفل من نفس الحي اللي أنا أسكن بي وهذا الطفل بعد ما اعتديت عليه وقتلته أكو طفل ثاني من الجيران شافني فخفت لا يبلغ علي الشرطة فتركت الجثة على حالها بنفس المكان وشردت ومشيت لمدة شهر ونص على رجليه لحد ما أعبرت الحدود الإيرانية العراقية ووصلت لمسقط رأسي اللي هو مدينة بروجرد وهناك حصلت على دعم ومساندة أقاربي وبقيت فترة ببيت خالتي ولكن مليت من العيش هناك فقررت سرقة بعض من مجوهرات خالتي وشردت وبعد ما سرقتهن ورحت أحاول أبيحن هناك الشرطة ألقت القبض علي ووراها أطلقوا صراحي بعد موافقة بن خالتي هناك شفت نفسي بلا مأوي ومكان أبقى بي وبلا شغل فقررت أروح للطهران وصل أصغر للطهران وصار يبقى بنزل القوافل وبلش شغلي كبائع متجول وما بقى بهذا العمل فقط فترة قصيرة بعدها رجعت لي أفكار القتل الإجرامية وبقى بهذا النزل مال القوافل ساعده أن يلقى ضحايا من القاصرين واللي كانوا يجون الطهران بحثا عن العمل حتى يشتغلون ويكسبون فلوس ويعينون أهلهم وهذا أصغر كان يختار ضحايا بعناية بحيث محد ينتبه لاختفاءهم وبأقل من ثلاثة شهر قتل ثلاثة منهم ودفن الجثث بمنطقة الشرتخان اللي بجنوب طهران زين شنو تفاصيل أول جريمة سواها هو راح يشرحها بنفسه يقول أصغر بقيت بالنزول وبديت أتعرف على بعض القاصرين كنت أشتري لهم ملابس وأكل وأول واحد قتلته كان مراهق عمره 13 سنة شفته أكثر من مرة بمسجد شاهر ومطيته فلوس أكثر من مرة لحد ما أغريته ويجا وياي لمنطقة شترخان وهناك ضربته بكل قوة على وجهي وغمي عليه بلشت الاعتداء عليه ورما خلصت فكرت بينه وبين نفسي قلت هذا إذا قعد من فقدان الوعي يعني قعد من الغيبوبة اللي هو بيه أكيد راح يروحوا يشتكي علي ويلزموني الشرطة لهذا السبب قررت أتخلص منه فضربته مرة ثانية كل قوة على بطن حتى أتأكد أنه هو فقد وعيه ولكن أثناء ماني أحاول أكتع راسي عن جسمي أن أفصلهم عن بعض قاعد وصال يتوسل بيه بأنه ما قتله وتركه ولكن ما اهتميت الكلامه وخلصت من عنده وراها دفنته أما الضحية الثانية فكانت بعد أربعة أيام من الضحية الأولى كنت بنفس المسجد وشفت مراهق فسألت إذا يجوها يرافقني بجولة ورح أنطيل فلوس وأشتري له ملابس جديدة لأن الملابسة كانت مشققة وممزقة فوافق على هالشي وسبقتها لباب المسجد وكان يمشي وراي ورا ما طلعت وأنا أمشي أول ما التفتت علي اللي ورا شفتها شرط باليوم الثاني شفت بالسوق ولزمته وانطيت فلوس إضافية حتى يوافق ويرافقني ويجوهاي وكذلك اشتريت لملابس جديدة وخدعته واستدرجته لمنطقة شترخان وهناك مباشرة اعتديت عليها لما خلصت فعلت الشنيعة طلب من عندي بعد فلوس ولكن ما انطيته وبدأ الجدال آنويا شفت رفع صوته علي فضربته ضربه كلش قوي على بطنيه فقد وعيه فان هنا أخذت ملابسه ولزمته من شعره وفصلت رأسه عن جسمه ودفنت الجثة بصف الجثة الأولى وراها رجعت لداخل المدينة والملابس اللي اشتريتهم إلى واخذتهم منه بعدين بعتهم لعابر سبيل حسب التقارير الصحفية الإيرانية تقول ذاك الوقت أصغر كان جدا هادئ أثناء التحقيق وكان يوصف تفاصيل القتل بصورة جدا دقيقة وكأنه ما قاعد يتحدث عن كتل بشر ومن خلال وصفة اكتشفنا هذا أصغر صار شخص سادي بحيث يتلذذ بأذية الآخرين وقتلهم وفوق هذا كله عبر عن رغبته بأنه يريد يأكل لحوم بحاياه وبشهر كانون الثاني من سنة 1933 أكو مراهق لقى جثة طفل موجودة بجنوب طهران فركض مباشرة وبلغ الشرطة وهذا الشيء أدى لاكتشاف جثة الطفل واثنين جثة ثوياه كلهم كانوا جوال عشرين سنة وانقتلوا بالأسبوعين اللي راحت هذا الشيء خلى إيران وطهران كلها يتدخل بحالة خوف ورعب فاشتغلت الشرطة هي والقضاء بكل قوتهم حتى يلقون دليل يوصلهم للقاتل الان يجي يوم الخميس اللي هو عشر مارس من سنة 1933 كان أكو شرطة موجودة بمنطقة شترخان شاف رجل بمنتصف العمر يمشي بهاي المنطقة فاستفسروا سئلة عن هويته ووظيفته فقال لهذا الرجل بأنه يبيع الحلوى والحلويات بالبداية الشرطة ما شك بيه ولكن بالفحص الدقيق لاحظ أنه عنده سكين وملابس ملطخة بالدم فادعى هذا الرجل بأنه اشترى هاي الملابس من السوق والبقية هي أدواته ولكن الشرطة ما اقتنع بكلامه أخذ المركز الشرطة وبلشه بالتحقيق ويا يوم مرا يوم إلى أن أقار واعترف بجرائم كل هاللي سواها بالعراق وبإيران ولكن ما بدر من عنده أي ندم وكان يقول أني فقط قتلت بعض الأشخاص مجهولي الهوية وذولي خطر على المجتمع لأن لما يصلون لعمر البلوغ راح يبلشون بالسرقة وأني خدمت المجتمع بالتخلص منهم على أساس أنت لا سارق لا بايقلام سوي شيء بريء خطي عمت عين عليك وبيوم 6 تموز من سنة 1934 أخذوا أصغر حتى ينفذون عليه عقوبة الإعدام وهو لحد هذه اللحظة ما نبين عليه أي ندم وآخر طلب إليه كان أن يشوف أمه وخالته والعجيب الغريب بالموضوع أنه هذا الشخص اللي هو أصغر حب يكون طريف فقال بأنه ناظر نذر إذا نجه من هذه العقوبة راح يذبح خروفين الوجه اللاه عموما كان شخص غير مبالب الشي اللي يدي يصيروا ياه وكأنهم ماخذينه بنزهه مو حتى ينهون حياته ولكن لما اقترب من المنصة وشاف الحبل وشاف العدد الكبير من الناس اللي كلهم متجمعين حتى يشوفونه سيطر عليه الخوف ولكن بعد فوات الأوان لأن الندم ما راح ينفع بهذه اللحظة ولما بلشوا ولفون الحبل على رقبته صراخه قال أنا قتلت بعض الأطفال مجهولين نسب معقولة أنتوا تكتلوني بسبب هذا الشيء والظاهر أنه هذا أصغر ما كان بكامل قوى العقلية لأنه لحد آخر لحظة بحياته ما شاف أنه الشي اللي سواه هو خطأ وكأنما هو كاتل خرفان مبشر ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وكان جزاء الموت والذهاب لجهنم وبئس المصير وهي جناس كلهم شافوا نهاية هذا المجرم اللي أرعبهم جميعا واللي حصل على لقب أول قاتل متسلسل إيراني وبس يا أصدقائي هذا كل اللي كان عندي في فيديو اليوم اذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة كذلك تتابعونا على الانستغرام أخوكم عبدالخالق سلام بالله عجب وكأنما جايب لخروف وكاتل موطف البريء مسكين تخيلوا أنا أول ما قرأت القصة قلت هذا يعني مشها في الوضع كله سجن 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 خلاص راح يتوب طلاح هو لا قالان ليش اعتدع عليهم فقط خب اعتدع عليهم وقتلهم هم ما تفرد نوب يعني حتى تكمل السبحة عموما يا أخوان شو رأيكم بهاي العباية والخاتشية ما عرفتوا شو سمونها طبعا مبينة هي شوية قديمة لأن هاي الخاتشية أو العباية ما الوالدي الله يرحمه لهذا سبب مستعز بيها وكل شي تطلحها وألبسها يعني حتى وهي صارت صغيرة عليها بس ما يخالف مستعز بيها لأن ما الوالد الله يرحمه هم زين ندق الباب هسه لما خلصت الفيديو هلأ بالخطاء هلأ بلي ذكرونه بوقت التصوير الأشخاص اللي وصلوا لهنا وشافوا الكواليس للنهاية لكم باي باي